بما انك دخلت على الفيديو مش هتخسر حاجة لما تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل الاخبار الجديدة من قناة مساء الاخبار اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين واللي بيشوفونا دلوقتي من خلال هذا الفيديو كل سنة وحضراتكم طيبين خلاص على بكرة ان شاء الله هتكون ليلة رأس السنة وهنخش سنة جديدة سنة 22 وزي ما احنا متعودين منحاول ان احنا نوسع الكلام اللي بتكلم عن التوقعات الخاصة ب22 ما نجيبش ناس معينة او او نتكلم على اهم الناس لا احنا منجيب كل المتوقعين واشهرهم في موضوع التوقعات من ناحية الفلكية او من ناحية الحدث او من ناحية الاحساس او الاخبار كمان خلال نشوف مع بعض النهاردة التوقعات مش هزاي لعام 22 من اكبر خبيرة لعلم الفلك في مصر وهي عبير فؤاد مشهورة جدا ولها الكثير من المتابعين ومصادر الفيديوهات بتاعتنا من خلال اللقاءات اللي قامت بيها على التلفزيون وكمان قناتها الرسمية تعال نشوف مع بعض قالت ايه وانا عملت لكم تلخيص حلو جدا لاهم الاحداث واخطر الايام وكمان توقعات خاصة بالدول العربية عمتن سنة 22 اتكلمت عنها وقالت ان احنا مكملين المشاكل والصراعات كمان السنة دي يعني مش هتكون سنة سهلة زي ما الناس كانت متوقعة هتبقى عملة زي 2021 يمكن اقل حدة شوي لكن بنفس الطريقة في حالة من الهدوء النسبي هيكون في اول السنة واخر السنة لكن المشكلة كلها هتكون في نص السنة بسبب وجود كوكب المشتري والحمل لان برج الحمل معروف انه برج ناري فبيعمل عنف واحتجاج واعلان حرب والفترة اللي هتكون فيها مشاكل كتيرة جدا هي من 11 مايو او 11 خمسة لغاية 28 اكتوبر او 28 عشرة وقالت كمان انها شايفة لموت حاكم عظيم الشأن في اخر مايو ممكن يكون بنسبة كبيرة من احد الدول العربية وقالت كمان السنة دي هنشهد حالة من الثورة على كل الانظمة القديمة والصراع بين القديم والجديد وشايفة طاقة رحانية في هذا العام من دمن الحاجات الايجابية حالة من التكاتف والتعاطف بين الناس والحكمة في اتخاذ القرار اما شهر خمسة بسبب اكتران المشتري مع المريخ هيكون فيه طاقة عنف اكتر واحتجاج هي خايفة من شهر خمسة بالذات السنة دي ومن خلال علم الارقام احنا كده اتكلمنا من ناحية الفلكية من ناحية الارقام بقى فرقم 2022 بيدينا رقم 6 وهي بتقول رقم 6 في علم الارقام ده بيدي حالة من التردد ولكن مجبرين على تحمل المسئولية اللي هيعمل غلط هيستحمل مسئولية الاخطاء واللي عمل حاجة كويسة برضو هيتحمل مسئولية قراراته وكمان الرقم بيقول انه هيكون في بعض الاحيان هنكون مضطرين للتنازلات للحفاظ على المكتسبات وبالنسبة لكتاب القدماء عندهم ان كل مثلا سنة بتبدأ في يوم معين في الاشبوع سبت حد اثنين ثلاث كذا السنة دي هتبدأ يوم سبت وده معنى السبت عندهم طلعت زحل ومعنى ايه طلعت زحل ان الايجابيات ممكن تكون قليلة ولكن السلبيات كتير من دون الايجابيات اللي اتكلمت عنها شايفة فيه باركة في الزراعة السنادي او ظهور لعلاجات جديدة للامراض والاوبئة ودي حاجة احنا محتاجينها في سنة اتنين وعشرين وخصوصا مع ظهور متحور اوميكرون اللي منتشر حاليا زي النور في الهاشيم في العالم كل بالنسبة بعد السلبيات ان السنة تبدأ يوم سبت في اتنين وعشرين قالت ان السرقة والموت والحمة وانتشار الاوباء هيكون جتير مش بس للانسان ولكن ايضا للحيوان وشايفة كمان غلاء بيزيد خصوصا في بلاد الشام والعراق واليمن وقالت الشتاء هيجي شديد جدا والصيف برضو هيكون شديد وفي حاجة مفزعة هتحصل في موسم الحج رب انا هيسطر ان شاء الله ما يحصلش اي مشاكل الجرات برضو هيزيد وقالت سعر الفضة كمان هيزيد بالنسبة لاخطر التواريخ بسبب الزوايا الفلكية اللي ممكن نشوفها في عام اتنين وعشرين ودللتها قالت من اخطر التواريخ هي تاريخ اتناشر ابريل او اتناشر اربع قالت هيحصل فيه اكتران لكوكب المشتري وكوكب نبتل وده معناه ان ما فيش حدود الاطماع والرغبات والجشع هيكون زاد جدا وكمان ممكن نلاقي في اليوم ده استخدام للقوى الغشمة في المستوى الدولي وده هيؤدي لحالة من الفوضى والخوف وقالت كمان في 30 ابريل او 30 اربعة هيحصل كسوف للشمس جزئي وده بيدل ايران حصد كبير في اليوم ده لفرد قوانينها وفرد سيطرتها ولكن للأسف هيكون سلبي على دول تانية او لا يدعم دول تانية زي اسيوبيا وافغانستين وقالت كده ممكن نلاقي قطال شديد في اسيوبيا واحداث اشد من اللي احنا شايفنا حالان موجودة طبعا كلنا عارفين ان قليم تجري عامل مشاكل او بينقلب ضد الحكومة الاسيوبية برئيس الوزراء ابي احمد فدلوقتي في شوية هدوء ولكن هي بتقول على شهر اربع وخصوصا تلاتين اربع هنشوف القطال هياخد منحنة شديد جدا مش بس في اسيوبيا ولكن كمان في افغانستين ومن دمن التواريخ الخطيرة اللي اتكلمت عنها تاريخ 16 مايو او 16 خمسة هيحصل خصوف كل للأمر في العقرب وده هيسمى دايما الخصوف الكل اللي بيحصل في شهر خمسة بتسمى بأمر الدم وده هينتج عنه كشف الاسرار على مستوى الدول وانكشاف لمكائد او محاولات اختيال ولكن الايجابي في الموضوع ده هيكون فيه تحسن فيه ادارة العلاج والأوباء ودي حاجة مهمة جدا ايضا من الحاجات الخطيرة من اول شهر تمانية او اغسطس طيقات شهر ديسمبر او 12 هيحصل الكتران لكوكب المريح مع اورانوس في اغسطس مثلا من الاول اغسطس هيحصل هينتج عنه عواصف وكوارث طبيعية كوارث طبيعية حتى اول ديسمبر في بلاد متفرقة من العالم وتغيير غير مرغوب فيه على مستوى العالم او حتى على مستوى الافراد اما التواريخ برضو المهمة اللي حصلها ما بين اغسطس وديسمبر يوم 25 اكتوبر او 25 عشرة اهلت هيحصل فيه خصوف جزء للشمس في العقرب وده معناه ان هيظهر وباء في المواشي وموت لناس كتير بسبب اختلاف طائفي او ديني ولهذا فيه يعني موت يعني بسبب كده هنشوف الموت كبير جدا مش سايب الانسان او الحيوان لأسباب مختلفة واكتر الدول اللي هتكون متضررة في التاريخ ده الهند اه اما الخصوف الاخير للامر هيحصل في 8 نوفمبر او 8-11 في برج التور وده معناه هنشوف ازمات بتكون اشد في عدة الدول وخصوصا لتركيا ولبنان واسرائيل واسيوبيا والهند اكتر كم دولة دول اللي انا قلتوهم هيبقى عندهم ازمات شديدة شوية في 20 نوفمبر هنشوف مربع فلكي مربع فلكي في 20 نوفمبر او 2011 مع المريخ ونبتون هتكون فترة فيها خوف وقلق وعصبية وهروب من الواقع للخيال وطاقة مجبوطة عند الناس هتبتدي تفرقع او هتظهر وهيحصل تراشق بالالفوز او تراشق بالاتهمات مش بس على مستوى الافراد لكن على مستوى العالم اللي لقى دولة بتتهم دولة وهكذا وقالت كمان بالنسبة لاهم الحروب اللي ممكن نشوفها في 2022 اعلان حرب كبيرة بين امريكا والصين هو قريدي الحرب موجودة حتى لو كانت سرية او مستترة او ضرب من تحت الحزام لكن هيبقى على العلن في النص التاني من عام 22 اما عن اللي بيسأل عن الكورونا قالت الكورونا مستمرة وموجودة لا وهتزيد كمان في النص الاول هنشوف ان عدد الاصابات بيزيد في العالم ولموت كمان ولكن عن النص التاني وخصوصا في شهر خمسة زي ما احنا قلنا في امر الدم يبقى فيه التاريخ ده 16 خمسة تحسن في ادارة العلاج والاوبئة هتظهر علاجات جديدة والعداد هتقل مع بداية الصيف عمتا والامراض هتقل والاوبئة ما تقلقوش قالت المشاكل في النص الاولاني من حس الوباء ولكن على النص التاني دينا اعتبقى افضل شوية حتى قالت ان عمتا لو احنا شفنا المجمل للاصابات في 2022 هيكون اقل من اجمال الاصابات اللي كان في 2021 اما على مستقى الدول العربية وده اهم حاجة الناس بتستنيها ايه توقعاتها للدول العربية قالت ان عام 22 بيسمى بعام السراعات وخصوصا هنشوف فيه خناءات كتيرة جدا على مصادر الطاقة وقالت ان قد بي الصراع اللي هيكون السنة الجاية هيكون بين الصين وامريكا وايران كمان هتكون احد اطراف الصراع على مستوى العالم في الوطن العربي شايف بعض الاستقرار من الناحية السياسية لبعض الدول ولكن من الناحية الاقتصادية شايف فيه مشكلة كبيرة جدا عند بعض دول اخرى اكتر دولة هتكون متضررة عربية في 2022 هي اليمن للأسف قالتها صراحة قالت الازمة اليمنية هتكون المتصدرة في 2022 قالت الصراع بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا هيكون في صراع شديد جدا السنة دي واليمن بالذات اكثر التهابا في الوطن العربي والازمة اليمنية هتكون مشتد اكثر هذا العام اما عن ليبيا والانتخابات الرئاسية قالت هتاخد شوية وقت ليبيا عبال ما الدنيا تهدى شوية عندها ولكن لسه فيه شوية صراعات في 2022 هتهدى تدريجيا نحو الهدوء بالنسبة لبنان الازمات الاقتصادية بتكون موجودة ومستمرة في لبنان فيه اوقات هكون فيه هدوء نسبي ولكن المشاكل الاقتصادية تكون مستمرة والمشاكل الاقتصادية مش بس في لبنان ولكن كمان هتكون موجودة في سوريا واليمن والعراق اما عن مصر قالت مصر معرضة للضغوط والتحديات الكتير ولكن في نفس الوقت شايف علاقات خارجية ودعم خارجي وده بنشوفه من رقم مصر هيكون فيه توطيل للعلاقات على المستوى الدولي وهيكون كتير جدا وده هيكون داعم لمصر يعني على قد الضغوط هيكون فيه دعم في الموضوع شايل بعض يعني دي كانت التوقعات الفلكية وعلم الاركام والقدماء وتكلمنا كمان عن الدول العربية لعام اتنين وعشرين اتمنى يكون الفيديو فيه كل الاسئلة بتاعتكم انا عارفة ان فيه بعض الدول التانية ما تكلمناش عنها ولكن هي دي الدول اللي ذكرتها عابير فؤاد فيه فيديوهاتها كلها على اليوتيوب وعلى التلفزيون وعلى قناتها عملنا تلخيص ليكم اكبر الاعداد علشان تكونوا عارفين النظرة الكاملة والشاملة لعام اتنين وعشرين من حس وجهة نظر عابير فؤاد ودراستها في علم الفلك شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش اللايك والشير واهم حاجة الاشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان تقدروا تتابعونا في الاشعارات وكمان تكتبونا تعليقكم ورأيكم ولو انت وصلتوا للجزئية دي من الفيديو انا عايزة اعرف عدد الناس اللي ادرت انها توصل لغاية اخر دقيقة في الفيديو اتابعنا عايزةكم تكتبو كل سنة وانتم طيبين هعرب بساعتها ان انتم شفت الفيديو الاخر دي عمتا كل سنة طيبين يا احلى مشتركين واحسن متابعين في الدنيا ومتشكرة جدا لوجودكم معنا من اول السنة الاخرها واللي معنا من سنين كمان برسي جدا لوجودكم معنا ودعمكم لينا وزقكم واحترامكم وتفاعلكم الحقيقة الواحد محتاج فيديو كامل او عدة فيديوهات عشان يذكر اسماء الناس ويشكرها بالاسم واحد 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 وخصوصا في وسط التعليقات بلاقي ناس كتير جدا بتدفع عني لو حد تتكلم عني او على طريقتي او اسلوبي او اي شيء من اللي انا بقوله بطريقة سيئة بلاقي ناس هي اللي بتدفع عني وبتتكلم عني كويس جدا انا حب اشكركم جدا 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 وانا بقرأ تعليقاتكم الايجابية والسلبية وحتى اللي بيكتب سلبي بيكتب باحترام وبردو انا حب اشكره شكرا واشوفكم بخير وكل سنة وانتم طيبين